من افضل المواقع السحابية اللي تقدر من خلاله تحتفظ او ترفع له صورك وفيديوهاتك وتحتفظ فيها للابد وايضا تقدر تتصفحها من اي جهاز كان اندرويد اي او اس ايفون اي بات كمبيوتر ويندوز ماك والى اخره هو موقع وتطبيق صور جوجل هذا التطبيق تم تسريب بعض الصور خلينا خلينا نشوف هذا الفيديو حقيقة تسريب الصور اللي سارت وكل ما تود معرفة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم اخوكم محمد حدايدي دائما اقول احتفظ بصورك وفيديوهاتك وملاحظاتك ووجهات الاتصال عندك في المواقع السحابية لان المواقع السحابية من اكثر الاماكن حفاظا على مستنداتك وملفاتك ما حتفتقدها طول حياتك ابدا خرب جهازك ضع جوالك سار ما سار انحذف بالغلط من عندك من البوم الصور ايش اللي بيصير عندك من انت ما اخذ نسخة احتياطية هذه وظيفتها انك ترفع الصور والفيديوهات والمراحظات والى اخره فهذه المواقع السحابية هي فايدتها انك لما ترفع عليها الصور او الفيديوهات او الجهات الاتصال الاسماع اللي عندك المراحظات او الى اخره انها بيكون فيها نسخة احتياطية في اي وقت رجع لها الميزة الاخرى انك لو دائم تتنقل بين الاجهزة يعني شهر بايفون شهر باندرويد عندك اكثر من جهاز بتكون موحدة بينهم كلهم هذه هي فكرة السحابة زي فكرة الاي كلاود في اجهزة كان اكثر سؤال يجيني بالذات على تطبيق صور جوجل هل صور جوجل امن على صورنا الشخصية انه احنا نحطها فيه كان دائم جوابي واحد سواء لصور جوجل او لأي تطبيق متصل بالانترنت لا تحتفظ بصورك الخاصة جدا اللي انت ممكن اللي هي ممكن انها تضرك مستقبلا في حال تسريبها على اي مكان على الانترنت اولهم السناب شات كل اللي يحتفظ بصوره الشخصية في مذكرة بكلمة سير اي منوع من الانواع داخل تطبيق السناب شات كذلك الواتس اف في المحادثات تحتفظ فيها كذلك في التليجرام التويتر الانستجرام الخاص صور جوجل الاي كلاود ايش ما كان مستوى الحماية الانترنت والتقنية والتكنولوجيا ما لا حدود اليوم اللي ما يقدر يهكر بكرة يقدر يهكر ما تدري المستقبلا ايش يصير حكومات بيتم اختراقها مواقع حكومية بيتم اختراقها بنوك بيتم اختراقها فشركات اللي تحتفظ بصورك وفيديوهاتك واسماءكم ولاحظاتك من السهل ايضا انه يتم اختراقها مو من السهل مني او من صاحبي او من اخوي او غيره ولكن من السهل انه ممكن يوصل شخص انه يتم اختراقها لذلك احتفظ فيها بالصور العيدية الصور اللي ممكن لو في حال انتشرت وهذا ممكن يكون واحد بالمية يصير انها ما تضرك يعني تطبيق صور جوجل انا استخدمه من زمان من سنوات ولا يمكن استغنى عنه يسوي فيه مجلدات بالبلدان اللي زرتها بسفرياتي مجلدات مرتبة امسك الايفون الاقي هذا الصور امسك اي جوال اندرويد وانا طول الوقت اقلب بين اجهزة الاندرويد هواوي سامسونج اوبو شاومي ريلمي الى اخره كلها صوري واحدة ادخل من الكمبيوتر ايضا احصل صوري اي كمبيوتر اسجل فيه دخول بحسابي احصل صوري فما عندي اي اشكالية ولا زلت ايضا انصح فيه لانه يحتفظ بالصور الى الابد اللي صار انه وصل ايميل من جوجل نفسها لمستخدمي تطبيق صور جوجل بيقولك انه اللي رفع صور او فيديوهات من تاريخ 21 الى 25 نوفمبر يعني هذا خلال الاربع ايام انه تم بالخطأ ارسال صورك لشخص اخر وشخص الاخر ممكن يكون ترسل صوره لشخص اخر مع البعض الفئة القليلة جدا فهذه تعطيني احتمالية نصف في المية ربع في المية انه ممكن تكون صورنا من ضمنها طبعا هي ما صرحت ايش هي الحسابات واش هي الصور اللي تم نشرة ولكن ارسل لك ايميل انه من باب اخلاء المسؤولية ترى انا قلت لك طبعا هذه نقطة صغيرة ولكن خطيرة جدا يعني احنا صورنا طيب عندكم يا شباب ايش الموضوع قال لك ما في حل اتسربت واحنا نعتذر وعملنا على حل المشكلة وتم حلها وتقدر تستخدم التطبيق بكل امان وان شاء الله انه في المستقبل ما عدت تكرر فهذا هو كان ببساطة فلازلت انصح بهذا التطبيق ولكن لا انصح برفع صورك الشخصية جدا في هذا التطبيق او غيره من التطبيقات ايش ما كانت الشركة طيب فين نقدر نحتفظ بصورنا الشخصية جدا او الى اخره اخاف احطها على الكمبيوتر يتهكر الكمبيوتر اخاف احطها على الجوال يضيع الجوال او يتهكر الجوال وين افضل مكان افضل مكان هو الهاردسك الخارجي اشبك على الكمبيوتر انقل صورك من الجوال انقل على الهاردسك حطه برقم سري انتهى الموضوع ايش افضل انواع الهاردسكات في السوق افضلها عندك الوسترين ديجيتال عندك الفلاشات تبع الساندسك او حتى الهاردسكات تبع الساندسك وفيه توصل الى 12 تيرا اكبر اللي هي لو انا احط نفسي بداخلها برضو ما اعبيها مو بس صوري انا انا لو نفسي ادخل في الهاردسك ما اعبي فلا يوجد امان ولا يوجد خصوصية في عالم الانترنت الله يسر علينا وعليكم يعطيكم الف عافية لا تنسونا من لايك وسبسكرايب في القناة وفي امان الله